ارتفاع محسوس في درجة الحرارة سيمس العديد من ولاية الوطن ابتداء من يوم الأحد المقبل حيث من المرتقب أن تصل حدتها إلى 42 درجة مئوية بالمناطق الشمالية وقد تتجاوز الأربعين بالمناطق الداخلية الرضعية جوية إن شاء الله اللي راح نتقيس بلادنا خلال 72 ساعة اللي راح يجي إن شاء الله يحب يقول يبتداء من يوم الأحد هو هواء السخون يأتينا من الجنوب الكبير يحب يقول جنوب الجزائري جنوب مأموري رانيا واحد المالي والنيجر هواء السخون يقص كل مناطقاتها شمال إفريق في مدن الكبرى الساحلية وعرن الجزائر العاصمة وعنبا تقدر تلحكي حتى 32 و40 درجة ومحليا في بعض الولايات الداخلية بسبب المثال بليدها شلف غلزان ببعض الأمم كنبوس عادم سيلة تقدر تقارب 45 إلى 46 درجة وفي ذل التغير الجوي مع المواطنة إلا تجنب ضربات الشمس الشديدة المرتقة بتسجيلها والوقاية من الأعراض الجانبية التي قد تتسبب فيها خاصة وأنها تزامنت مع فترة الصيام خاصة في شهر رمضان هذا الإنسانين تباهم ليح نصح اللي عندهم الأطفال صغار كانوا وقاتل ما يخلونش برا لأنها سخنة الناس الكبار كذلك تعرفوا بلي وقاتل ما يخلش يخر يشرب وكذلك بلكوا بلكوا لأن الوضعية الجوية ملائمة لحرائق الغابات والحصاد موجة الحر المنتظرة من المتوقع أن تستمر إلى غاية يوم الأربعاء لتعود إلى معدلها الفصلية بداية من يوم الخميس المقبل